نعم كوثر التركيز حاليا هو على فرض العقوبات على كبار رجال الأعمال ورجال السياسة رجال نخبة بشكل عام الموجودين خارج الأراضي الروسية والذين يتمتعون بثروة هائلة وممتلكات كبيرة كاليخوت والمنازل الفاخرة والحسابات البنكية الكبيرة هذه كلها تعتبرها الولايات المتحدة أصول يمكن لروسيا الاستفادة منها ولذلك تقوم بمصادرتها وتجميد هذه الأصول وبالتالي تمنع تمويل هؤلاء النخبة ورجال الأعمال الروس المقيمين في الخارج وفي الولايات المتحدة تحديدا تمنع تمويلهم لهذه الحرب الولايات المتحدة تريد خنق الاقتصاد الروسي بحيث لا يستطيع قادر على الإنفاق على الجهود العسكرية المستمرة داخل الأراضي الأوكرانية وفي هذه الأثناء أود أن أشير أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال الحريق الذي شبه في المفاعل النموي الأوكراني والرئيس جو بايدن أكد أنه يطلقى تحديثات بشكل دوري من إدارة الطاقة الأمريكية حيال هذا التطور وكما ذكرتم في التقرير السابق الولايات المتحدة قررت منح الحماية المؤقتة لنحو 75 ألف ومائة أوكراني موجودون حاليا داخل الأراضي الأمريكية وسوف يتمتعون بهذه ماذا يعني وضع الحماية المؤقتة سهيل؟ نعم في هذه الحالة يتمتعون بحق الإقامة وحق العمل وحق التنقل أنها تشبه شبه إقامة شبه إقامة يعني بطاقة الإقامة المعروفة هنا في الولايات المتحدة بالبطاقة الخضراء أو الجرين كارد فتسبح لهم بإقامة مؤقتة وتتيح لهم حقوق العمل والتنقل ولكن هذه محدودة بفترة زمنية معينة البطاقة الخضراء هي إقامة دائمة ويحق لحامل البطاقة الخضراء كل حقوق المواطن الأمريكي باستثناء انتخاب رئيس الجمهورية ولكن بالنسبة للحماية المؤقتة لا تتيح لحاملها هذه الحقوق وحاليا هناك دولتين أخرتين يعني يتمتعان بهذه الصفة وهم مواطنون دولة جنوب السودان ومواطنون من فنزويلا يتمتعون بالحماية المؤقتة داخل الأراضي الأمريكية سهيل الشاعر مرسل غد كنت معنا من واشنطن شكرا لك اشتركوا في القناة